امضى صانع والآب اتحاد العاصمة يوسف بالليلي شهادة وفاة اللائب المحلي بعد تورطه في فضيحة تناول مواد محظورة خلال مباراة فريقه امام مدودية العلمة في الدور المجموعات بدور ابطال افريقيا بالليلي الذي رسم طريقه نحو النجاح وتألق ايقظ على مستقبله الكروي بعدما تحول من فنان فوق ارضية الميدان الى لاعب حول شهرته الى سجل تجاري لاغراض اخرى بعيدة عن الرياضة واستغل الاموال الضخمة التي تلقاها في احياء الليالي الصخبة التي كان يعيشها قبل وبعد المباريات ما حدث لبلليلي ومعه الكثير من الاسماء خاصة التي تنشط في البطولة الوطنية جاء ليؤكد ان طموحهم لا يتعدى الاجور الشهرية ومنح المباريات التي تصرف على الصهرات وهو ما اثر على مستوى اللاعب المحلي الذي عجز عن حجز مكانة له حتى على مقعد احتياط المنتخب الوطني في الجزائر الكثير من اللاعبين الذين يصنعون الفرجة في الملعب ويلهبون المدرجات وتتصدر صورهم صفحات الجرائد تتحول حياتهم الخاصة بعيدا عن الميدان الى رمز للانحراف وتتناقض مع كل القيم التي تحملها الرياضة بالليلي مراكشي عبدوني مزاير معوش مسعود دحماني والكثير من الاسماء المحلية كلها ذهبت ضحية لتصرفات شدة وتعفن محيط كرة القدم الجزائرية ما دامت اغلبية الملاهي ملكا لبعض رؤساء الاندية